أكدت مصر أن البدء وبشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزامات بمقتدى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والمواقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي قال بيان لوزارة الخارجية أنه تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم العشرين من فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزامات بمقتدى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والمواقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي اشتركوا في القناة